سورة المسد تبت يدى أبي لهب وتب خسرت يدى أبي لهب وشقي بإيذائه رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم وقد تحقق خسران أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وولده فلن يردى عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به سيصلى نارا ذات لهب سيدخل نار جهنم ذات لهب المشتعل وامرأته حمالة الحطب هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأذيته في جيدها حبل من مسد في عنقها حبل محكم الفتل من ليف شديد خش ترفع به في نار جهنم ثم ترمى إلى أسفلها ترجمة نانسي قنقر